الجميع ما عدا قد يكون تيار الصدري كان لديه مصطلح لربما جديد في لفظه ولكن قديم في معناه يعني مصطلح الوطني الأغلبية الوطنية الجميع كان يدعون إلى التوافق في تشكيل هذه الكابينة ولكن عندما المدة الدستورية قد اقتربت من موعد الجلسة الدستورية هنا أصبح هناك حراك من أجل تكتل لإسراع بأخذ استحقاقات الانتخابية خاصة من كتل الفائزة التيار الصدري وتقدم وعزم وكذلك الكتل الكردستانية خاصة حزب الديمقراطي الكردستاني فهذه أصبحت بهذا الشكل فالتوافقية حاضرة في هذه المشهد ولكن تيار الصدري كانت هي الجهة المانعة للتوافقية من جهة أن الإطار لن تدخل في هذه المعادلة نعم بهذه المعادلة فأمام الإطار كان هناك للوصول إلى التوافقية وكان لديهم في هذه المرحلة مبدأ مبدأ أن يكون توافقية الإطار كانت تبحث عن التوافقية منذ البداية فهناك طرق قصيرة منها وهناك طرق وسط وهناك طريق بعيد طريق القصير جدا كان هو الاعتلاف أو تفاهم مع تيار الصدري وهذا ما دعا يعني الإطار عدة مرات وأصبح هناك جلسات ولقاءات وإن كانت قليلة ولكن كان هناك هذا التواصل ولكن تزمت تيار الصدري بهذه الأمام هكذا مشاريع أو برامج من قبل الإطار جعلهم أنه يبتعدون شيئا ما فيبحثون عن البديل طيب فالبديل كان هو الطريق الوسط الطريق الوسط للتوافقية هو كيفية إبعاد إبعاد المؤثرين الآخرين السنة والكورت عن التيار الصدري في رسم مشهد الأغلبية الوطنية في نهاية رسم مشهد الأغلبية